الحضر الفلبيني على إرسال العمالة المزلية إلى الكويت عاد إلى الواجهة من جديد وذلك عقب حادثة وفاة خادمة فلبينية في الكويت فعلى الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في إطار التحقيق بالحادثة وحجز المشتبه بهم وفق مجريات التحقيق حذر البرلمان الفلبيني من عواقب وخيمة إذا لم تعالج الكويت المشكلة وتحقق العدالة للعاملة المتوفة وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل بدورها أكدت حرص دولة الكويت البالغ على حقوق الإنسان وكافة المقيمين على أراضيها بشكل عام والعمالة المنزلية بشكل خاص مشيرتا إلى أن هذه الحادثة لا يمكن أن تعمم على الكويت ككل وإنما هي حالة فردية يرفضها الكويتيون وزير العمل الفلبيني وبحسب ما نشرته صحف محلية أصدر أمرا عاجلا بحضر جزئة على إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت محتمالية فرض الحضر الكامل مما دعا بالاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية بلقاء نظره الفلبيني بهدف احتواء الأزمة والتحديد آلية لتعزيز الحماية العمالة الفلبينية بالكويت عواقب أقف تصدير العمالة المنزلية من الفلبين تنظر بحسب مراقبين بعودة أزمة عمال المنازل مجددا في الكويت لأسمة في ظل ندرة دول الاستقدام